على فكرة سبب مشاكل كتير قوي وسبب طلاق كتير قوي أول ما الست بتفهم إن هي عمالة تدي 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 ومامتها تنصحها إيه قال ليلي فين الحنفية رياحي نفسك اهدي على نفسك مش كل حاجة عمالة تدي النهاردة عمالة تقولي كلام على فكرة أنا بيجيلي في الجلسات الكلام اللي إتي بتقوليه النهاردة ده من أخطر الكلام إتي عمالة يعني كل جملة بتقوليها بتمس مشاكل موضوع مش بس مشاكل عادية بصي حضاك إحنا عندنا تلات أعداء تلات أعداء دلوقتي آفات في التعامل في الماديات في البيوت الآفة الأولى هي الاستنصاح اللي إنتي بتتكلمي عليها دي إن الست أو الراجل بالذات في الحتة بالست كمان لما تكون بتبقى بتشتغل مع الوقت بتبتدي تستنصح متيجة المصايح اللي من الأهل بالذات استنصحي لأ ما تصرفيش ما تعمليش ما تسويش طبعا أولا خلينا نتفق إن دينيا وشرعا الست مش من يعني مش واجب عليها إن هي تصرف في البيت مش من دورها لكن في نفس الوقت لما الراجل حيحس إن هي بتستنصح عليه وإن هي بقى يعني بتتعامل من باب إن أنا يعني إن أنا هاخد منك ومش هديك ده برضو حيسيب جوه نفس الراجل أثر سيء ما هو أنت يعني مع بصة أنا أقول لك على حاجة أنا أقول لك على حاجة يا محمد خلينا كده يمتفقين أنا من الستات دي أنا سيدة عاملة ويا ما شلت ويا ما ضحيت ويا ما ديت كل اللي أنا بحكي فيه ده أنا عيشت تستحق كل التأدير والله ربنا يخليك ففي نفس الوقت لما بجد الست هي مش بتتنصح هي بتاخد على دمخها كتير فبتبتدي الأهل خلي بالك أول حاجة الأهل لما يجلدوا البنت أنت ليه بتعملي كده ما حدش طلب منك تساعدي وتعبى نفسك على الفاضي هل أنت سمعت كلمة تأدير هل أنت قدر كل المجود اللي أنت عملتيه فبتبتدي تتجرح يا مش نصحة تبتدي تتجرح وبعدين تبتدي أنا فكر طب أنا فعلا ليه بعمل كل ده هو مش مقدر اللي بيقدر خلاص دي مش حالتنا يعني اللي بيقدر تبقى الحياة سعيدة وجميلة ومشاركة جميلة جدا طيب الأم والأب يبتدوا يجلدوا الست دي فبتبتدي هي ترجع لورا خطوتين طب أنت كراجل لما هي عملة تدي 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 بطلت سنة ما تديش يعني يقولولها إيه طب جرابي كده جرابي كده تدفعيش معه فلوس المدرسة جرابي كده هيعمل إيه ما هيبتدي ينزل واشتغل ويدفع فيبتدي إيه ده مالفين فلوسك يعني ما أنا عندي مصاريف كتير يبتدي يزعل على واجب مش من واجبها ولا حاجة من ضمن اختصاصاتها بطالة تعمله حلو جدا فبتتحاسب على عطاء مش بتاحها المفهود تعمله طب ويحصل المشكلة ويبتدي هو ياخد جم ويزعل فتزعل هي السبب أصلي أنت السبب أنت اللي صرفتي طب ما برضو معلش يعني ما أنا ست أنا لما لقي الجوزي محتاج حاجة هساعده لو أنا معاي لو أنا شايف أن أولادي محتاجين مصاريف معينة وأبوهم على قده ما أنا لازم هساعده هو ليه بنتعاقب على حاجة حلوة بنعملها في حياته لا هو مش عقاب هي العلاقات فن والفن ده يعني زي أي حاجة في الدنيا زي السواقة كده زي يعني السواقة دي برضو ساعات لو أنا دست بنزين زيادة هلبس ولو ولو ما أقفتش دلوقتي برضو هلبس فهي زي أي حاجة في الدنيا محتاجة سنس فيه وقت معين أنا محتاج أن اللي قدامي العطاء في الحالة دي حتى لو أنا نفسي حتى لو دي طبيعتي هيتضر زي ابني كده أنا دلوقتي ابني عاوز مثلا يفتح مشروع لو أنا اديته في الوقت ده هو مش مؤهل إنه هو يشيل مشروع طب أنا نفسي إن أنا حقق له رغبته بس حضره مش هفيده فكذلك فيه أوقات معينة العطاء بيدر مش بيفيد هي عملية عملية وعي وعملية فهم